ترأى سمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشرعي السادس وخلال الجلسة تقدم المجلس باسم آيات التهاني وأطيب التبركات للمقام السامي لجلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية شكلت نقطة انطلاقا لمسيرة العمل والتقدم والبناء نحو إرساء مبادئ الديمقراطية والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة مشيدا بالتقدم الذي تحقق على مستوى وبناء دولة المؤسسات والقانون وإرساء الحقوق والحريات وفق مبادئ ومقاومات أساسية للدولة والمجتمع ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير كما قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافقة للمرسوم رقم 78 لسنة 2022 على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة وافق المجلس على مرسوم المتعلق بهيئة التخطيط العمراني باشتراط أن يتم اختصام هيئة التخطيط العمراني وكذلك السجل العقاري في الدعاوة المرفوعة بشأن قسمة المال الشائع المرتبط سواء في الأراضي أو المباني وهذا إضافة جدا هامة مرتبطة في صحة وإمكانية قبول الاختصام بحيث يكون اختصامهم لتنفيذ ما قد يصدر من المحكمة من أحكام بشأن هذه القسمة تم إضافة مادة جديدة بشأن تقسيم الأراضي توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي وتوجب أيضا لطلب القسمة اختصام التخطيط العمراني في الدعاوي وإلا الدعاوي لا تقبل هذا القانون هام وسد فراغ تشريعي على دعاوي القسمة المال الشائع واليوم بالله الحم تمت الموافق عليه وتمت تصحيح المسار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر